السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي ان شاء الله معدنا النهاردة مع lesson number one lesson number one بيتكلم عن we plant our food we plant our food what's the meaning of we plant our food ايه معنى we plant our food نحن نزرع طعامنا plant plant معناها نبات وفي نفس الوقت معناها يزرع we plant our food احب افكركم ان شاء الله موجود جروب تيليجرام وكمان جروب واتس هتلاقوه ان شاء الله اسفل الفيديو في صندوق الوصف اللي محتاج ينضم معنا هيكون فيه شتات للتدريبات وكمان للشرح يلا نبدأ مع بعض شرح الدرس الاول وان شاء الله باسلوب مبسط وهيعجبكم جدا ان شاء الله دلوقتي هنبدأ مع بعض شرح لسنوان للصف الخامس طيب ايه المطلوب من مطلوب ان موجود فيه grammar وكمان موجود فيه new words او vocab يعني ايه يعني كلمات جديدة طيب مفترض علينا ان احنا ناخد جزء من grammar وجزء من الكلمات وديه الطريقة الجديدة اللي انا هتتبعها معاكم عشان ما فيش اي طالب يحس بالملل ويكون الموضوع ان شاء الله شيق وممتع معنا يلا let's start نبدأ مع بعض على طول دلوقتي هتكلم عن النوان نوان 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 يعني ايه نوان نوان يعني اسم والاسم ده اعرفه منين او اعرفه ازاي يا تيتشر هعرفه عن طريق اللي هو هيكون ضمير او اسم طيب الضمير زي ايه اي برابو عليكم وي زي يو هي شي ات دي كلها تعتبر الضمائر يبقى اي ضمير من دول هيعتبر نوان وايه تاني ممكن اقول اسم شخص احمد عمر سوها رانا كل ده بيعتبر نوان طيب لو قلت باك بان دور جاردن كل ده اسماء للاشياء فبرضو اسم الشيء بيعتبر نوان طيب لو قلت تيتشر الوظيفة تيتشر داكتور نيرس فت كل ده برضو يعتبر يبقى الاسم كده اسمته معايا لجزئين ممكن يكون ضمير وممكن يكون اسم شخص اسم شيء اسم وظيفة اسم نبات flower tree اسم حيوان cat dog كل ده يعتبر نوان تمام طيب هنتكلم عن النوان في حاجة تانية اه النوان بيتقسم معايا كمان لشيء تاني اللي هو بيكون singular وكمان plural يعني ايه singular singular يعني مفرد الاسم بيكون مفرد وبحوله مثلا للجمع singular وبحوله للا plural plural for example هناخد مثال على singular 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 كرروها معايا كتير repeat after me singular 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 an apple an apple an apple يبقى معايا كده apple عرفت منين اللي هي singular عرفت منين اللي هي singular عرفت an 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 a chair a chair a chair برضو نفس الشيء عرفت من ال a وضعت ال a او ال an قبل الكلمة كده الكلمة هتكون singular هتكون مفرد append a teacher a book a man a boy a girl كل ده يعتبر ايه singular طيب يا تيتشر حضرتك هتفاهمين دلوقتي ليه بضع a او an اولا اول معلومة لازم تكونوا عارفينها ان عندما اجد a او an قبل الاسم المفرد اول ما لقي an او a قبل الاسم لازم الاسم ده هيكون مفرد دي اول معلومة معنا عند وجود an او a قبل الاسم يبقى الاسم ده اكيد ايه اكيد مفرد اكيد singular noun اوكي طيب تعالوا بقى نتعرف على الجزء الثاني الجزء الثاني اللي هو plural 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 يعني جمع plural يعني جمع الجمع اعرف من اذا كان جمع منتظم سيتم اضافة اس اذا كان جمع منتظم سيتم اضافة اس الجامعة بتاعها Children Children يبقى معانا Child Children Man Woman كل ده يعتبر جامعة غير منتظم يعني بنحفظه زي ما هو بدون إضافة S لكن هنا أنا بشوف الجامعة أو البلورال اللي عندي وبيكون مضاف ل S يعني مثلاً أن قبل عرفت طبعاً أن أن أبل هي singular ونعرفت منين كان موجود قبلها أن طيب البلورال بتاعها أو جمعها Apples 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 Chair A chair لأنه مفرد وضع قبله A Chairs 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 كريسي A pin ألم ألم واحد A pin معناها ألم واحد ليه لأن موضوع قبله A وضع قبله A لكن في حالة الجامعة وضعنا S كل ده اسمه جامعة منتظم وإيه هو الجامعة منتظم الذي ينتهي بحرف الاس ولازم يتم حصف A والان Teacher A teacher A teacher A teacher A teacher في حالة singular في حالة المفرد teachers teachers في حالة الجامعة دلوقت دلوقت بقى معدنا مع امت يتم وضع A أو A قبل الاسم المفرد طيب الاساس بتاعنا ايه؟ الاساس ان قبل اي اسم مفرد او الكلمة المفرد هعرف منين الكلمة المفرد هعرفها ان بيكون قبلها A أو A في الحالة دي بتكون اسم مفرد طيب الاسم المفرد ده بنعمل ايه؟ امت يتم وضع لازم يكون في مرة A ومرقان طيب امت وايه ظروفها؟ A يتم وضع A قبل الاسم المفرد اذا بدأ الاسم او بدأت الكلمة بصوت حرف ساكن ركز في الجملة دي كويس جدا بصوت حرف ساكن ايه هي الاسوات الحرف الساكنة؟ طبعا كل الحروف تعتبر ساكنة باستثناء اللي هما البولوتر الحروف المتحركة A I E O U تمام؟ طيب احنا كده قلنا اسماءهم قلنا الحروف لكن انا محتاج اعرف اصواتهم الاسوات المتحركة الاسوات المتحركة بدأت بساكنة بي بسوات حرف متحرك في هذه الحالة سوف اضع an 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 طيب او لادر اتش الساوند بتاعه احنا عارفين الساوند الاساسي ليه اتش طيب تمام لكن هنا ما تنطقش امال نطق ايه نطق اه 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 يبقى النطق بتاعه كان حرف متحرك كان صوت حرف متحرك عشان هو صوت حرف متحرك انا وضعت قبله ان 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 طب لو هو صوت حرف ساكن صوت حرف ساكن هضع ايه برابو عليكم ان وطبعا القاعدة دي احنا اخذناها قبل كده كتير جدا فهتكون بالنسبة لكم سهلة يلا الامثلة معنا اج اه 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 الصوت هنا اه 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 يبقى لازم اضع ان في حالة المفرد لازم ما ننساش الجزء ده اه تابل اه تابل ته 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 الصوت هنا حرف ساكن اه تابل ان امبريلا ان امبريلا ان امبريلا اه 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 يبقى تم وضع ان اه يونيفورب اه يونيفورب شايفين هنا يو 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 مع ان هو اساسا هنا حرف متحرك لكن ما تنطقش ما قالش اه 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 لو قال اه قلنا هنضع ان لكن هنا تم صوت برافو يو يونيفورب يعني كان عطى صوت حرف ساكن عادي جدا لذلك وضعنا قبل اه 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 برضو الصوت كونسينا ليدر حرف ساكن وضعنا قبل اه ان اور لسه شرحنا وبكده قاعدة اه وان والمفرد والجمع تم شرحهم ايه رأيكم نبدأ بكلمات وبعد كده نرجع للجرامر التاني بس نريح شوية من الجرامر ونبتجي ناخد كلمات سنبدأ مع بعض حالا ان شاء الله كلمات الدرس الجديد او الدرس الاول بعدها مش عايز حد يمشي ويسيب الفيديو لان ان شاء الله هيتم شرح قاعدة تانية فنركز مع بعض كده اه ما شاء الله المنهج مليان جرامر وفي شرح وفي اكسرسايز فحايدين نكون شطبيين جدا نمبر وان لسن تو مي ان ربيت افتر مي اسمعولي وفي نفس الوقت ربيت افتر مي باناناز 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 الاس انتهت باس لانها جمع وده جمع اي جمع منتظم جمع منتظم لان انتهى باس بانز 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 فول كيكس 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 دير بتاحه a cake a cake طرطة أو cake واحدة لكن كيكات كاكس 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 كاندي حلوة كاندي 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 تشوكولات شوكولاتة شوكولات كوكوناتس جوز الهند كوكوناتس كوكوناتس لفاكهة جوز الهند eggs 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 بيض eggs مفرد eggs and egg لأنها انتهت بحرف ذوليتر أو حرف متحرك اه اه اوكي production 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 نركز في كلمة production انتهت بشن ايه هي حروف شن t-i-o-n production production انتهج production production ربيت افتر مياه عشان جيت اعتبر كلمة جيدة production 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 واول ما اشوف امامي t-i-o-n انا طول هنطقها شن اوكي افتر ذاس dinner 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 العشاء dinner some 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 معناها بعض some بعض some بعض وهداخد بعدها كمان كلمات تانية يلا معايا بسرعة كلمات lesson one سهلة جدا بس في شوية في الاكسنت وفي النقطة الطاحة number one lemons 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 ما نقولش lemons lemons خطأ جدا استمه lemons 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 وهنا برضو جمع منتظم lemons lemons برضو نفس المعنى ليمون بس ده بيكون الليمون الاخضر صغير كده وده بيكون الليمون العادي lemons 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 لكن الاتنين بالاخر جمع كلمة ليمون mangoes 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 milk 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 lemon onions onions هاتش يقول لي onions 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 بصل pineapples 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 كلمة pineapples عشان تكون سهلة عليكم في الحفظ هنجيب كلمة buyin buyin بعدين نكتب apple pineapple pineapples 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 اللي هي الأنانيز pineapples 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 rice rice ors rice 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 check piece check piece check piece check piece معناها حمص check piece check piece check piece check piece farm farm حقل أو مزرع farm 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 table 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 من ضده وآخر كلمة معايا هي إني وده اللي هيتم شرحه لإين الفرق بين some وإني وإيه هو معناهم أظن الكلمات سهلة جدا لو حد عنده أي استفسار يقول لي ولو حبين تنضموا لجروب التليجرام والواتس هسيب لكم اللينك إن شاء الله في صندوق الوصف ونكمل مع بعض ما حدش يمشي نكمل الجرامر دلوقت now we start grammar countable and uncountable هنبدأ مع بعض دلوقت grammar أو قاعدة countable and uncountable يعني إيه countable countable nouns يعني الأسماء التي توعد uncountable nouns الأسماء التي لا توعد إيه الفرق ما بينهم number one ما بتكلم عن countable countable يعني شيء ينفع أعده طب إزاي ينفع أعده يعني بيكون قبله رقم لو وضعت قبله رقم بيمشي الموضوع عادي جدا ما بيبقاش فيه صعوبة وكمان معلومة تانية في حالة المفرد يعني ليه مفرد ويجعله في حالة المفرد بيوضع قبله a أو an يبقى كده هينفع يجمع وهو ده بيكون countable nouns for example apple apple ينفع إلا أنا أضع قبلها a أو an bravo an an apple دي في حالة السنجلر لو حولتها للجامعة هتكون معي apples apples cake نضع قبلها a في حالة السنجلر في حالة المفرد a cake في حالة الجامعة cakes cakes a sandwich a sandwiches 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 an egg برضو نفع إلا أنا أضع an an egg eggs eggs طبعا لازم يتم حذف ال a أو ال an عند الجامعة كل شوية هفكركم بها a carrot جذر واحدة carrots carrots جذر a water melon a water melon a water melon water melons water melons water melons water melons water melons a burger a burger burgers 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 ده في حالة الكاونتابول طيب حالة ال an countable هي الأسماء التي لا توعد الأسماء اللي ما ينفعش إلا أنا أعدها يعني إيه يا ماس ما ينفعش أعدها يعني مثلا أنا عندي ال water water الواتر أهو المياه هل ينفع إلا أنا أعد المياه لا مش هينفع إلا في حالة التجزئة وده أنتو أخدتوه في الصف الرابع water water يعني ماء الماء الماء هينفع يتعد في التجزئة يعني إيه تجزئة يعني ممكن أقولها glass of water كوب من الماء a bottle of water زجاجة مية أوكي number two milk milk برضو من الأمثلة على ال an countable noun milk 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 flour flour دقيق نفس الشيء بنشتري بالكمية مش بالعدد إلا لو في حالة اللي هو كيس أو عبوة أو carton أوكي beans 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 الفول ننفعش أقول واحدة بس برضو ده نفس الشيء بيكون uncountable noun sugar 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 salt ملح cheese meat أوكي tea honey coffee coffee كل الحاجات دي بتعتبر uncountable noun نقول مرة تاني uncountable noun هو الاسم الذي يعد ينفع إلا أنا أضع قبله a أو an في حالة المفرد وفي حالة الجمع بيتم حسف a أو an ويوضع اس uncountable noun هو اسم لا يعد ما ينفعش يتحول معي المفرد وفي نفس الوقت ما ينفعش أضع له اس إلا لو هو كده زي كلمة beans أوكي فهو اساسا اسم لا يعد ولا هو يعتبر جمع ولا هو مفرد والأنثلة بتاعته فيه كمان معي بادر واردر ملك أويل أي شيء بالكمية ينفع لنا مثلا بشتري بالكيلو لكن مثلا الحد ممكن يقولي تب ما الأبد بشتريها بالكيلو لا المفروض عادي في الدول المتقدمة احنا بنشتريها بالعدد البنانة نفس الشيء أي شيء يمكن عده ما يبقى بأس والباستا كمان والرايس يعتبر لا يعدوا لأنهم حجوم صغير جدا مش هقول كده هقول بالكمية أتمنى يكون الدرس أنتوا استفدتم منه ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب وكمان تنضموا لجروب الواتس والتليجرام هتلاقوه في صندوق الوصف أسفل الروبط أتمنى الموضوع يكون قفادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته